اشتركوا في القناة ومعدات الرش التوافقي النهاردة معدنا مع نوع من الانواع المهمة جدا اللي بتستخدمها كل المصانع في تطبيق الدهانات على المعادن بصفة خاصة وهو مسدس الرش او اجهزة الرش الالكتروستاتيكي اجهزة الرش الالكتروستاتيكية دي اجهزة الرش يعني قائم نظام العمل بيها على اللي هو الشحنة السالبة والمجابة اللي بتتم ما بين مسدس الرش ومادة الرش اللي موجودة جواه وبتتم ما بين المجغولة اللي بيتم دهانها واذا كان بيستخدم فيه اجهزة الرش الالكتروستاتيكي بيستخدم فيها ضغط هوا ولكن ضغط الهوا هو حاجة بتساعد على دفع المادة اللي بتدهن ولكن هي مش اساسية في جعل المادة اللي بتدهن تلتصق بالسطح الاساسي فيها عملية ايه التجاذب والشحنة الالكتروستاتيكية او اللي هي ايه المغناطسية الكهربية اللي بتخلي الدهان سواء كان بودر بودرة او مواقع يعني مادة سائلة يلتصق بالسطح طيب هنبص هنا معانا على الشاشة في عندي فيديو الفيديو ده بيتناول اه يعني اه يعني الاجهزة المستخدمة الالية في اه مصانع السيارات اللي بترش الدهان الالكتروستاتيكي اه احنا طبعا ملاحظين طبعا ان في اه روبوتات هي اللي بتقوم برش العربية اللي قدامنا دي اه الروبوتات دي بتقوم برضو بنفسها بفتح الابواب وفتح الكبوت بتاع العربية وبترش العربية من الداخل بمادة بمادة مبطنة يعني هو بيرش الاول بطانة من البطانات اه كقاعدة للدهان اللي هيكون فوقيها وفي نفس الوقت يعني اه دهان ده بيعمل عملية اه تصبيت لطبقة السطح على اساس انها تبقى طبقة مستوية تتقبل شد الدهان وتقبل اي طبقة الدهان اه فوقيها وهي طبقة الرشي نحنا شايفينها دي بديلة لطبقة الفسفاتة لان جهاز الرش الالكتروستاتيكي بما نحنا بنستخدمه على المعادن فهو ايضا بيحتاج الى عملية الفسفاتة ودايما بعد ما بيترش بيدخل داخل فرن هنا بيترش باللون المطلوب بيدخل داخل فرن لشان ايه يبتدي ان الفرن ده يعمل عملية جفاف لطبقة الدهان على السطح المعدني سواء كان اه بندهن سيارة او بندهن اه اي مجغولة من المجغولات المعدنية وهنا بيتم الرش زي ما قلنا قبل كده يا اما ببودر او بمواقع بسوائل يعني والصورة اللي احنا شايفينها دي بتاع جهاز الرش الالي العملاق اللي موجود في مصنع السيارات ده دي بترش مواقع او بترش اه يعني دهان سايل لكن اغلب وحدات الرش الالكتروستاتيكي الصغيرة بترش بودر بترش بودرة والبودرة دي بتحتاج بعد عملية الدهان انها تدخل فرن عشان تنصهر وتعمل طبقة الدهان اللامعة اللي احنا بنكون عايزينها هنا طبعا السيارة دخلت مدخلتش فرن دخلت لانها مرشوشة بمده سايلة دخلت تجف بيه لمبات حرارية ده فرن الحرارة فيه نتجة من لمبات حرارية موجودة في الدهان الرش الالكتروستاتيك من احدث انظمة الرش الحديثة هو بيستخدم في المصانع اللي هي بتعمل انتاج كمي وبيعتمد نظام الرش الالكتروستاتيكي ده على طبعا زي ما قلنا كده الشحنات الكهربية اللي بتتجازب مع بعضها على سطح المشغول والنظام ده زي ما قلنا بيستخدم للأسطح المعدنية جهيدة التوصيل للحرارة والدهانات التي لا تعوق سريان الطيار الكهرابي وزي ما قلنا ان هي نوعين بودرة او مواقع هنا الفيديو ده بيوضح لنا ازاي بتشتغل انظمة الرش الالكتروستاتيكي احنا لاحزنا هنا لبنت مسكت المصطرة البلاستيك دي وعملت لها عملية تدليق بفوطة صوف جعلت ان المصطرة تكتسب خاصية اللي هي الكهربية الاستاتيكية اللي بيحصل منها تجازب التجازب ده يعني نتج ان اكتسبت المصطرة شحنات مجابة والشحنات المجابة دي يعني هي اللي بتخلي المصطرة دي تجذب المسحوق وهيتم هنا يعني تجربة على مسحوق قدامنا المسحوق ده اللي هيجرى فيه انه هيتم جذبه عن طريق هذه المصطرة هنا اهو اكتسبت شحنة سالبة والسطح واخد شحنة مجابة هنا بيجربوا على بودر من البودر المستخدم في عملية الدهانات ودينا شايفين التجازب اللي بيحصل ما بين البودر الموجب وسطح المصطرة السالب طيب لو بصلنا للفيديو اللي بعديه الفيديو اللي بعديه هنا اه بيوضح لنا اه كويس ايه فايدة الرش الالكتروستاتيكي وايه قالية العمل بيه هنا اهو مسدس الرش الالكتروستاتيكي بيبقى بنفس الشكل ده انه مسدس يعمل بطاقة الكهربية ويعني معموله عملية تقريد وهنشرح يعني ايه تقريد هنا السطح كله اه واخد شحنة اه مجابة والرش اللي طالع بياخد شحنة سالبة اللي بيجرب انه هو لو بيرش من جنب واحد الجنب التاني بيترش في نفس الوقت قدينا زي ما احنا شايفين كده وبيرش شوفوا فين مراكز في منطقة واحدة والدهان بيلف من كل جهة وبيدهن القطعة طبعا لو كله بنرش برش بدهان سيل زي ما احنا شايفين كده الدهان لابد ان انا اتحرك مع المشغولة من مكان لمكان ولما اتحرك مع المشغولة ده بيقلل الوقت بتاع الدهان لما يكون رش الالكتروستاتيك هتلاقي اللي بيرش بالالكتروستاتيك خلص المشغولة بتاعته ودخلت الفرن وطلعت والعامل اللي بيرش بيه الرش التقليدي مازال الى الان لسه ما خلص القطعة بتاعته جمعت العجلة هي ومشيت والتاني لسه شغال على القطعة اللي هو شغال عليها طيب اوجه الاستخدام بيستخدم في رش المشغولات المعدنية المتحركة مثل السلاجات والسيارات والاجزاء المعدنية ويستخدم في رش الوحدات الصغيرة ذات الانتاج الوفير مثل الاساور والسلاسل الحديدية والاسوار وكثير من المنتجات المعدنية والصورة اللي احنا شايفينها دي بتوضح بعض المنتجات اللي بيتم رش المنتجات عن طريق الرش الالكتروستاتيكي بيها وهنا دي برضو صورة اخرى لبعض المنتجات او فيديو اخر لبعض المنتجات وازاي ان المنتجات بتبقى متعلقة على خططيف الخططيف دي بعد ما بيترش بتخش الفرن عشان يعني الخططيف تكتسب الكهربية بتاعتها اللي هتوصلها لي العجلة اللي كانت متعلقة دي ويتم رش المشغولة وتخش جوه الفرن وبعد ما تنضج تبقى جاهزة لانها تستخدم استخدام مباشر مميزات الرش الالكتروستاتيكي ايه اول حاجة سرعة الانجاز في الوقت اللازم لتنفيذ العملية الاقتصاد في استخدام المخففات بيدي طبقة دهان موحدة واستخدامه نظيف يعني ما بيقصرش على البيئة وما بيعملش فاقد في الرش كتير يعني في الرش اللي هو السائل العادي بتاع الدوكو او السليلوزي ده تقريبا بيبقى فيه اكتر من 60 او 50 في المية فاقد من الدهان في التطير وطبعا الموزيد بيؤثر على يعني صحة الايه العامل العيوب بتاعة الرش الالكتروستاتيكي انه هو غير يعني مناسب لدهانات المائية او الدهانات المعدنية السقيلة وايضا فيه عيب يعني عيب اجتماعي ليه؟ ان اغلب اجهز الرش الالكتروستاتيك دي بتكون غالية في التمن في نفس الوقت يعني مشكلتها انها ما بتحتاجش عمالة كتيرة طيب عدم احتياجها للعمالة زي ما شفنا في الفيلم الاولاني اللي هو بتاع الروبوتات ده بيؤثر على المجتمع وبيخلي ان يعني نستغنى عن العمالة الادمية او البشريين او الانسان ونستعين بالالة وده من عيوب استخدام الالة لانها بتفقد بعض الناس الوظائف بتاعتهم ولكن مش معنى كده ان احنا ضد استخدام الميكانة الحديثة في العمل طيب في عندنا لازم نفهم ايه هو الفرق في الدهان بالمواقع والدهان بالبودر واجه المقارنة ان زمن التكفيف في البودرة عشر دقايق في المواقع او الموية السائلة عشرين دقيقة درجة حرارة التكفيف في البودر بتوصل الى 200 درجة مقوية على الاقل التانية لا تقل عن 180 درجة مقوية صمك الدهان في البودرة بيبقى من خمسين الى ستين ميلي مايكرون واللي هو السمك الدهان في المواقع بيبقى 15 ميكرون الاضافات في البودر مفيش اي اضافات احنا بنحط البودر على طول في المكان بتاعه ولكن الاضافات في البوية السائلة الالكتروستاتيك بنحط 20% تنر عشان يعمل عملية سيولة للبوية البودر بتستخدم مع التلاجات والسيارات والمواقع بتستخدم مع بعض الاجزاء الغير هامة او الداخلية سعر البودر او اللي هو البودرة اللي بندهم بيها الالكتروستاتيك ارخص بحوالي 10% من الدهان بالبوية السائلة طب نيجي بقى للحاجة المهمة بقى مكونات اجهزة الرش الالكتروستاتيكي اول حاجة لازم مصدر للبودر مصدر للبودر يعني وعاء وعاء بنحط فيه البودرة بتاعتنا تاني حاجة وحدة ضغط الهواء ومعاها مجفف للهواء وفلتر للهواء اللي هي كومبروسر ونمرة ثلاثة عندي وحدة التحكم اللي هي الوحدة اللي بتتحكم فيه كم كمية الكهربية لدخلة وكمية الهواء المتدفق اه ورابع حاجة مسدس الرش الالكتروستاتيكي هنا لو بصينا هنشوف قدامنا مكونات يعني منظومة الرش الالكتروستاتيكي اللي قدامه دي اللي متعلق فيها المجغولة اللي بتترش دي الكابينة والكابينة في يدتها انها يعني بتقي العامل وفي نفس الوقت بتمتص اي فواقد نزلة من رزاز الدهان وبتحافظ على سطح المجغولة انه من الاتربة ومن اي غبار موجود في الجو او حشرات موجودة في الجو انها تلتصق بيه لو لاحظنا انه هو ماسك بايده مسدس الرش اللي هو اللي بيعمل بيه الطاقة الكهربية او الالكتروستاتيكي وانه طالع منه تلت خراطين طالع منه كابل الفولت العالي وطالع منه خرطوم الهواء وطالع منه الخرطوم بتاع امداد الدهان بالبودر بتاعه وهنا في عندي اللي هو مصدر الطاقة الكهربية وعندي الطيار بتاعي اللي هو بتحول من طيار مستمري لطيار متردد وعندي اللي هو التقريد او الكابل الاردي وعندي الكمبروسور وعندي اللي هو الخزان البودرة والمجفف دي اللي هي الاجهزة الخاصة بالرش الالكتروستاتيك طيب ملحقات النظام ايه ملحقات نظام الرش الالكتروستاتيكي نفق لتطهير المجغولات قبل الرش كابينة رش هنشرح كابين الرش دي بالتفصيل في الفصل الخاص بكابين الرش باذن الله تعالى وخزان البودرة خزان البودرة ده وعاء او خزان ليه اشكال كتيرة منها بقى اللي هو شكل صندوق او شكل استوانة او جزء من بناء الكابينة نفسها او فنجان مقلوب متعلق في مصدس الرش يتصل بمضخة بخرطمين وبعض المضخات تكون جزء من الخزان نفسه او الفنجان المقلوب وده هنشوفه هنا ده خزان البودرة في منظومة الرش الالكتروستاتيكية وهنا العامل بيحط كيس البودرة في وهو الخزان بتاع البودرة في المكينة وده وحدة الرش الالكتروستاتيكي اليدوية اللي ممكن تلقاها في اي ورش عادية في اي مكان وهي وحدة متنقلة ولكن هذه الوحدة تحتاج ايضا الى كابينة رش عشان يعني تقي العامل من اي مؤسرات نتجة عن عملية الدهان وزي ما احنا شايفين ده هنا فيها وحدة التحكم الالي موجودة فوقها وده الخزان بتاع البودرة او خزان الدهان واللي هي الوصلات الكهربية الخاصة بالنظام ومسدس الرش اللي موجوده خرطوم اللي هو بياخد البودرة من الوعاء دي بقى الوحدة الالية اللي هي وحدة الرش الالكتروستاتيك الالية دي بتتضمن مسدسات الرش وخزان البودرة اهو اللي احنا شوفنا الصورة بتاعته من شوية اللي كان واقف عنده العامل ووحدة التحكم الكهربية اللي موجودة وده ايه؟ ده اللي هو بياخد البودر من خزان البودرة او خزان الدهان ويخش جوه الجهاز ده او جوه الخزان ده الخزان ده بيعمل عملية شحن لزرات البودرة بالكهرباء بيعمل شحن لزرات البودرة بالكهرباء ويتحول البودرة تمشي معانا هنا في ده لغاية ما توصل ليه الكابينة اللي بيبقى متعلق فيها مشغولات داخل كابينة الرش الالية دي وتشتغل مسدسات الرش اوتوماتيك وفي بعض الاجزاء التي يصعب الوصول اليها ممكن يتم تدخل بواسطة عامل بشري واحد بيرش من جنب من الجوانب اذا استدعى الامر ده طيب ده يعني مصدر البودرة هنا خزان صغير كده اسمه الفنجان المقلوب اللي هو بيبقى متعلق فيه مسدس الرش من اعلى بدل الخزان الكبير اللي موجود في نظام الرش الالي وبدل الخزان الاستواني اللي موجود في نظام الرش اليدوي فيه خزان هنا متعلق بتحط فيه البودرة وكل ما بيخلص كل ما بنملاه تاني جانبه هنا اللي هي وحدة التحكم الكهربية او الالكترونية اللي بتتحكم في كمية الهواء اللي وصلها لمسدس الرش تحكم في كمية البودر او الدهان او المواقع اللي وصلة للمسدس احيانا برضو بتتحكم في بعض درجة الحرارة سواء كان في تدفئة ليها او كده طيب نيجي لنظام ضغط الهواء نظام ضغط الهواء اصلا مش يعني مش يعني مش جديد علينا نظام ضغط الهواء احنا بنقده من الصف التاني بيكون طبعا من كباس اه للهواء ضغطه بيتراوح ما بين اربعة الى سبعة بار وبار هي وحدة قياس الضغط وبيكون ايضا من مجفف للهواء وفلتر بحد اقصى محتوى مائي اتنين جرام لكل متر مكعب هوى واقصى محتوى زيتي واحد ونص في المليون واحدة لكل متر مكعب هوى واقصى محتوى للبودرة واحد جرام لكل متر مكعب هوى ونقدر نعرف من الكميات الصغيرة دي جدا ان هذا النظام موفر جدا للدهان موفر جدا للدهان عندنا اه من مكونات نظام ضغط الهواء مضخة لضخ سحابة البودرة للمسدس لان البودرة بتوصل المسدس على هيئة سحابة وبتطلع منه برضو على هيئة سحابة يتم التحكم في ضغط الهواء عن طريق وحدة التحكم الكهربية اللي احنا شفنا سورتها ويعني شكلها بيختلف من شيء او من اه نوع جهاز لنوع اخر بنشوف هنا الجهاز ده اه وهو بيستعمل طبعا البودرة وبيرش طبعا ده اللي هو الرش اليدوي اللي هو بيبقى فيه اللي هو الجهاز اللستواني اللي احنا شفنا الصورة بتاعته اه من شوية اللي بيجرى هنا ان نسبة الفاقد ضئيلة جدا لان احنا قلنا هو البودرة اللي هو بيرشها دي بتحتاج جرام واحد لكل متر مكعب هوا فنسبة الفاقد قليلا وزي ما احنا شايفين اهو بيرش من كل مكان وبيبقى في عنده اه يعني في ارضية الكابينة اللي هو بيرش فيها حاجة بتجمع تاني اه يعني اللي هي الفواقد ويمكن يعني استخدامها هنا بعد ما خلص دخلهم جوه الفرن عشان يعني درجة حرار ماتين درجة مقوية ويطلع اللي هي الاطارات دي او اللي هي اه يعني الاجزاء دي تطلع اه نعمة صوفتي يعني وتبقى جهزة انها تستخدم مباشرة نيجي نتكلم على واحدة التحكم وواحدة التحكم اه دي اه بتشتغل على الطيار المتردد بتاعته الطيار المستمر وتحوله الطيار المتردد وبيتم التحكم في ده عن طريق مفتاح لغلق وفتح الوحدة بتحتوي على اه محول كهرابي عادي جدا لتشغيل الاجزاء الداخلية في المسدس المحول ده اه فيه حاجة تانية بتسبب انحراف الزراد وفيه الزناد وجهد التشغيل خمسين فولت وفيه موحد للجهد وفيه محول الطيار بيحول الطيار المتردد الى طيار ايه مستمر بنتحكم في ضغط الهوى تبقى للاحتياجات بتاعتنا عن طريق مفاتيح بضبط بيها ضغط الهوى والمالومترات عشان نقيس مقدار الضغط وبيبقى فيه عندي مفتاح اه لضبط طيار الجهد العالي ومفتاح لضبط اه اه الطيار اه وعداد عرض للطيار وعندي اه يعني مفتاح بفصل بيه قاطع طيار لفصل طيار عن النظام باكمله اذا حصل اي خطأ او خطر داخل المنظومة اه هنلاقي هنا كلمة بتقول لك الوحدة بكاملها يعني وحدة الطيار اه اه او الرش الالكتروستاتيكي سواء كانت هذه الوحدة آلية او نص آلية او وحدة هدوية تم تقريدها يعني ايه تم تقريدها التقريد نظام امان لتفريغ الكهرباء الاضافية بالارض وده بيحمي العامل والمعدة والخامة من خطر التفريغ الكهرباء بمعنى ايه بمعنى ان المعدة اه دي من كتر الطيار للمجال الكهرابي اللي شغال جواها وتحول طيار الكهرابي من طيار مستمر الى طيار متردد وان الوحدة عشان فيها اجزاء معدنية كتير والكهرباء ماشية جواها لابد ان الكهرباء الاستاتيكية اللي موجودة فيها دي تتفرغ فبتتفرغ بايه في حربة معدنية بتبقى مغروزة في الارض بيسموها تقريبا يعني الاخوة بتوعه الكهرباء يعني عارفين كويس دي بيسموها تقريبا حربة ايرس او يعني حاجة زي كده هذه الحربة اه متوصل منها اه سلك من اه اي معدة من معدات الرش الالكتروستاتيكي دي وبتاخد الطيار الكهرابي اللي اه اه اتشحنت بيه المعدة وتفرغه في الارض يشبه ايه ساعد بنشوف عربيات اللي هي البنزين او عربيات الوقود الكبيرة وهي ماشية في سلسلة معلقة فيها او اه حبل معدني بيلامس الارض طول ما العربية ماشي فيدته ايه فيدته ان العجل بتاع العربية ده وهو بيدور بيحمل سيارة الوقود بكهربية استاتيكية بيشحن كهرباء في العربية اذا لم يتم تفريغ الكهرباء ممكن نوصل لنقطة حرجة عندها يحصل تفريغ الكهرباء داخل العربية في الوقود ويحصل انفجار هنا لابد ان يتم تفريغ الكهرباء عن طريق ايه التقريد التقريد يعني وصل الجهاز بتفريغ شحنات الكهرباء بتاعته في الارض طيب نرجع تاني نشوف الفيديو اللي معنا ده اللي بيتكلم على وحدة ايه التحكم هنا اثناء تركيب وحدة التحكم البردة بتاعتها بيبتدي يجري عليها مجموعة تجارب ودي البردات بتاعت وحدة التحكم وبيركبها في المكان بتاعها وفي النهاية بتبقى عندي وحدة كاملة بيبتدي حتى ان هو يجرب المسدس هل هيشتغل ولا لأ هل هيحول الطيار الكهرباء من طيار كهرباء مستمر الى طيار اه ترددي ولا لأ عندي كمان الخراطيم والصمامات مهمة الخراطيم اه انها بتشيل الهوى وبتشيل البودرة او سحابة البودرة عشان تنقلها ليه المسدس ومنها يطلع من فوهة المسدس الكهرابي او مسدس الالكتروستاتيكي الى المجرول طبعا الخراطيم اه القطرة الاقتر بتاعتها تقاس باجزاء البوصة مش البوصة طبعا لانها تبقى يعني 6 على 8 من البوصة او 4 على 8 من البوصة اه وفي عندي بقى السمامات السمامات هي اللي بتتحكم في غلق وفتح مسارات الهوى المضغوط بدغوط مختلفة عن طريق وحدة الايه التحكم الالكترونية او الكهرابي في عندي اه مدخل ليه السلك اللي هو بتاع الفولت المنخفض من وحدة التحكم اللي فيه زناد المسدس عندي زناد المسدس ده بيتحكم في فتح الطيار لمحول الفولت العالي لشحن الالكترود لشحن الالكترود وبيعمل دوران بيسبب هنشوف الدوران ده في فيديو من الفيديوهات دلوقتي بيسبب انحراف الزرات طبعا وتم تقريده ايضا المسدس فيه جزء منه متقرد يعني واصل للارضية وبيفرر الشحنات رجع عشان ما يكهربش العامل طب ايه هو بقى معنى الالكترود الالكترود اللي هو القطب الكهرباء في الخلية في عمليات الجلفانة على المعادن او الدهان الالكتروستاتيكي بتتم زي ما احنا قلنا بالقطب السالب اللي هو بيمثل المسعد او القطب الموجب اللي هو بيمثل المهبط الالكترود موصل كهربي بيستخدم مع جزء اخر غير معدني اه زي انصف الموصلات اه اللي هي الحاجات اللي هي بنستخدمها في الدهان المحلول او البودرة اه او الفراغ لتكوين دايرة كهربية لتكوين دايرة كهربية عندي جسم المسدس بيحتوي على اه سلك الجهد المنخفض عندي محول اللي هي واحدة توليد الفولت العالي عندي منظم لي الفولت الكهربي عندي كابل لي الفولت العالي اللي بيتصل بالالكترود اللي هو بينظم عملية اللي هو الشحن بتاعت السالب والموجب هنشوف تركيب المسدس بتاعنا تركيب المسدس بتاعنا زي ما احنا شايفين كده مسدس الراش الالكتروستاتيكي دي الاجزاء بتاعته الجزء اللي هو بي اه يعني بيوجه الدهان وعندي الجزء اللي هو الكاب اللي هو يعني بيتركيب فيه الموجه وعندي اللي هي الهود هولدر اللي هو يعني قناة لله الدهان وعندي الهوك اللي هو الخطاف اللي بيتعلق فيه المسدس وعندي اللي هو بودر شانل اللي هو القناة اللي بيمشي فيها البودرة وعندي اه بودر شانل بي اللي هي الموجهة قناة بيمشي فيها البودرة الموجهة على طول ليه فوهة المسدس وعندي اللي هو الايد بتاعت المسدس والاجزاء الكهربية طيب هنشوف بقى قطاع زي ما احنا شفنا كده هنشوف بقى قطاع ليه المسدس ده هنا الالكتروض اللي هو بينظم عملية الشحن موجود هنا فوهة الرش اهي محول الفولتر عالي موجود في المكان ده الزناده هو اللي هو بيشغل الكابل الفولتر اللي هو الارضي اه وهنا الهواء بيخش من هنا وعندي هنا سحابة بودرة القدوس اللي هي بتسحب البودرة من وعاء الدهان عندي خرطوم اه سحابة البودرة خرطوم هواء للتنظيف وهو نظام ضغط هواء حول الالكتروض لمنع البودرة المشحونة من التجمع حوله لضمان اكتمال الشحن الجيد للبودرة اللي هتنزل على المشغول في الوهة الرش اه بتحتوي على اه حق يعني واحدة كده اسمها مسبب من حراف الزرات بيبقى فيه بلية دوارة اه ممكن ارش على مسافة تلاتين سنتي وفيه فرشة في نهاية بوز المسدس بتعمل على تفرير الشحنات الراجعة او بتوصل اه لالارضية اه التفرير بتاع الكهرباء عندي الالكتروض الفولت العالي لشحن البودرة شحنة سالبة عندي كابل ارضي لتفريغ الشحنات الراجعة عندي اه كابل تشغيل دوران مسبب من حراف الزرات وده بيخلي الزرات دي تلف عشان تتشحن ستمائة لفة في الدقيقة هي اه دي الفوهات بتاعة مسدس الرش الالكتروستاتيكي وهي بتكون مختلفة شوية فيه اطولها واقترها واشكالها وفق ليه اسلوب الرش انها برش بيه او مستوى الرش او المشغولة كبيرة ولا صغيرة وده بيكون معزول كهرباء طيب النظام ده بيعمل ازاي بيتم وضع مفتاح عدات قياس الفولت في وضع صفر بيتم تشغيل كباس ضغط الهوى عشان يبتدي الهوى بتاعي يدخل وبضبط ضغط الهوى بتاعي وبضبط الفولت الكهرابي بتاعي العالي وبفتح مفتاح الفتح والغلق وهنشوف فيديو كامل بيوضح العملية ده بيطلع الهوى من الكمبروسر للمجفف بيطلع اه للخرطومين الخرطوم الاول للفلتر والتاني لوحدة تتحكم للمسدس وهو خط هوا التنظيف والتاني بيروح للمضخة اللي بيطلع منها تلات خرطيم اتنين لخزان البودرة وواحد للمسدس لما بيتم ضغط الهوى داخل خزان البودرة بيبقى فيه خرطوم محطوط في قاع الخزان اللي هو بيشفط جزيئات البودرة بالخزان عدل فنجان المقلوب ده البودرة بتنزل بيه من فوق لتحت تحت ضغط هوا خفيف اه ودي بتعمل خلخلة في الخزان فبيطلع الهوى المحمل بالبودرة ويعمل سحابة بودرة بتشحن عملية بتشحن البودرة بالكهربية طيب بتطلع سحابة البودرة من المضخة الخرطوم المسدس بيكون المسدس زي ما قلنا من تلاتين الى سبعة عشرين سنتي البعد بتاعه اه عن المشغولة ما يقربش عن كده ولا اه يبعد عن كده لتجنب حدوث شرارة كهربية وما تزدش اه يعني قوة المسدسة عن تسعين كيلو فولت اه وفي الالي عن مئة وعشرين كيلو فولت لتجنب تعرض الفني لخطر السعق الكهرباء لما بتلتقي البودرة عند فوات المسدس بتكون شايلة الشحنة السليبة من الالكتروض بتاعها وتخرج للمشغولة اللي هي متعلقة بخطاف اللي شاق يعني بتحمل شحنة مجابة فالبودرة بتتعلق بالمشغولة بقى سواء كانت تلاجة عربية اه قطع معدنية اه اللي هي بترش المشغولة من جميع الجهات بفعل لتجازب الشحنات صمك البودرة المشغولة كلنا زكرنا من شوية بيتوقف على النوع نوع البودرة او نوع السائل وتجنس الحبيبات ومدى المناسبة بتاعته للنظام اللي احنا بنستخدمه اه طبعا بعد ما بنرش لابد ان المشغولة بتاعتي تخش الى فرن الانضاج على سيور ناقلة او على خطفات من خلال نفأ النفأ ده بيعزل المشغولة بتاعتي سواء كانت سيارة تلاجة اه يعني او اي مشغولة تانية معدنية بتعزلها عن اطربة العليقة بالجو او اي تأسيرات اخرى تشوه الدهان المشغولة بتدخل الى فرن الانضاج فبتنصهر البودرة وبتلتسق تماما بسطح المشغولة وتلتسق ببعضيها وتكون فيلم الدهان الخارجي ثم تبرد لتجفل وتعطي في النهاية طلاق ناعم ولامع ومسقول نتكلم نشوف كباء الرش الالكتروستاتيك اليدوية دي شكلها او زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن خزان للبودر خزان ده على العربية محمولة ودي وحدة التحكم اللي هي الالكترونية اللي متعلق فيها مسدس الرش الالكتروستاتيكي وزي ما احنا شايفين ديها اشكال مختلفة وتقريبا الوحدة دي ساعة لما اه بدأ النظام ده كان ساعة اه ما كانش اه يعني كان ما كانش في المتناول ولكن اعتقد في الفترة اللي هي الحالية بدأ يتم تصنيع محلي لهذه الوحدات في اه مصر او بيتم استراد الاجزاء بتاعت اه اللي هي التحكم وبيتم تصنيع الاجزاء الباقية في كباء الرش اليدوية اه نيجي اه زي بنرش داخل كبينة الرش الالكتروستاتيكي اليدوية بنعلق المشغولة دي المشغولة دي هي اه اللي هي السلك ده واخد شحنة مجابة والمشغولة واخد شحنة مجابة والمسدس والسحابة الدهان اللي منه واخد شحنة سالبة وده اللي بيخلي اه اه تلتصق اللي هي هذه البودر او اه اللي هي الدهان ايا كان نوعه بي الايه اه المشغولة هنا دي مكونات او تركيب كباء الرش الالية اه الالكتروستاتيكية دي وحدة التحكم اللي هي الالكتروستاتيكية لكبين الالية هو هنا وهو بيجمع الوحدة وبيجرب الحركة الالية بتاعتها لان الوحدات دي بيكون شغالة بصورة الى هنا بيعملوا عملية اختبار اه جودة للوحدة يشوفوها شغالة ولا لأ اه مقاييس الضغط ومقياس الكهرباء ومقياس اه اه ضغط الهوى وضغط البودر بتاعي او ضغط السائل بتاعي هنا كله موجود في واحدة التحكم هنشوف هنا في الفيديو ده كبينة الرش الالكتروستاتيكية الالية ونظام اه شغلها ايه وازاي بيتم تنظفها كمان زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا او في الفيديو اللي قدامنا هنا دي زرات اله الدهان عايز نرجع لها تاني كده ونقف عندها هنا ده خزان البودر خزان البودر بيطلع منه البودر من المكان ده ويمشي فيه هذا الخرطوم لهذا الخزان ايضا الخزان ده هو اللي بيشحن البودر بالشحنة السالبة وعشان تزيد الشحنة بتاعته بتطلع هنا وهي رايحة للكبينة قبل ما توصل للمسدسات بتقعد تدور وتلف فيه هذا المكان سحابة البودر بتاعي او الدهان بتاعي فبيكتسب الشحنة السالبة لغاية ما يوصل لسطح اللي هو يعني فواهة المسدس اللي هو بيأكد على اكتساب البودر او الدهان للشحنة السالبة وفيه عندي وصلة رايحة للمشغولة اللي بيكون متعلقة في الكبينة مديها الشحنة المجابة وهنشوف بقية الفيديو بتاعنا هنا هو الخزان بتاعي اللي فيه البودر هنلاحز نشوف طبعا هو هنا هيعمل عملية تنظيف الاول قبل ما يغير اللون هنا ده اللي بيشحن هنا دي الاجزاء بتاعتها التحكم فيه الضغوط بتاعتي ده اللي هو برضو اللي هي شاشة التحكم الالكترونية هو هنا هيعمل عملية تنظيفة هو الاول بيفك الاجزاء بتاع الكبينة الرش الالية الالكتروستاتيك تمام هيبتدي انه هو يفصل الخرطوم اللي بيشفط الايه البودرة وبيركنه على جمه هيبتدي انه هو هيعمل عملية يعني تنظيف كده ليه اللي هي اي حاجة تكون موجودة داخل المستدسات طلع البودرة بتاعته عشان ينظفها تماما لغاية ما تبقى بتجيب هوا ما بتجيبش بودر هنا بينظف تمام بيبتدي يعمل عملية تنظيف زي ما بيعيد لك بينظف ازاي اهو اللي بيجرى ان بيمشي الهوى في المسارات دي بيترد اي حاجة موجودة داخل المسارات اللي بيمشي فيها البودرة ده ازا كان هيدهن لون تاني مختلف ازا كان هيدهن لون تاني ايه مختلف دي طبعا الوحدة الالية بينظف اهو بينظف كل الوحدة من الداخل من اي غبار او بودر دهان موجود فيها بعد كده بقى يبتدي اهو باقدو بيكمل عملية تنظيف المسارات كلها اللي بيمشي فيها البودر في كبان الرش الالكتروستاتيكي بيتم تنظيفها هنا قبل ما يحط نوع بودر او لون بودر تاني لابد ان يكون منظفها تماما عشان اه يعني اللون ده ما يندمجش مع لون البودر الجديد وبالتالي يبوز لي سطح الدهان ويطلع لي لون الدهان مش هو اللي انا مختار زي ما احنا شايفين اهي مدلة الوحدة بتنقي نفسها بعد كده بيشيل البودر بتاعه ويقفل عليه كويس ويغطيه ويكمل تنظيف الخزان نفسه تماما لابد ان هو ينظفه طيب هنا بيجيب البودرة اللون التاني اللي هو عايز او درجة اللون التاني اللي هو عايز يعني يشتغل بيها افتح شوية اهي وبيحطها وبيطلعها من الجزء ده وبعدين يسحب القطعة المعدنية اللي موجودة هنا هيسحب القطعة المعدنية دي يضبط فتح ويدخل اللي هو المسورة المعدنية المتصلة بالخرطوم اللي بيسحب الايه البودرة يوصلها لمسدسات الرش وهنشوفه هنا هو بدأ يعمل عملية تشغيل وهيبتدي يرش المشغولات بتاعته والمسدسات بدأت تشتغل وترش المشغولات اللي موجودة داخل الكابينة زي ما احنا شفناها وشفناها وهي متركبة واذا احتاج الامر ان العامل اه في اجزاء مش وصل لها في اه تنفيذ العامل بيخش بي اه يعني اه مسدس رش اه الاكتروستاتيكي يدوي يكون طويل اللي هو الفواهة بتاعته شوية عشان ما يخشش في المجال الكهرابي وبيرش الجزئية اللي احنا عايزين نوصل لها طبعا شفنا في الفيديو السابق اعمال الصيانة نوجزها ان هو لابد ان يتغير خرطوم البودرة على الاقل مرة كل سنة اعتماد اذا كان هناك تلوث دائم في سطح الدهان نلاحظ اه ونرائب تشقق خرطوم البودرة مسدس الرش يجب ان ينظف بتغيير كل اللونه ده احنا قلناه وفي نهاية اليوم بيتم اه تطهير المسدس والخزان زي ما شفنا والخرطوم لمنع تواجد الرطوبة اللي بتتبقى اه عشان ما تعملش تغيير في اللون اللي هيتلون او اللي هترش بعد كده اه ما بين تغيير الالوان لابد نراعي النظافة الجيدة والاجزاء التي قد اه يعني تفضل منه لازم نراجع دايما اه المصفى والمرشحات بتاعتي ورجع الفلاتر شهريا اه والمصافي يوميا ونظفها جاي كويس قوي وغيرها لو انتهى عمرها الافتراض كمان لابد ان انا اراجع الرومان البلي الخاص بالكمبروسر واعمل سيانة لمجفف الهوى بتاعي سنويا لازم دايما نرجع للمصنع بتاعي ولازم ان انا انظف المرشحات بتاعت الزيت والمية وجففها وبص على نظم التكفيف وتبريد الهوى لان من المهم ان الهوى يكون الهوى المضغوط يكون خالي من الزيوت والمية لان دي هتأثر على البودرة وتخليها تتميع وتبوزلي اللي هي عملية الدهان ونظام الاسترجاع فدي حاجة لابد ان انا ارعيها كويس طيب ايه هي مميزات الدهان ببدرة الالكتروستاتيك اولا الطلاق بالبدرة بيزود العمر الافتراضي للمنتج وبيضمن المتانة والمظهر المرئي المناسب السرعة الفائقة في تغطية السطح مما يجعل المردود الاقتصادي عالي خصائص مقاومة طبقة الدهان الالكتروستاتيكية مقاومة عالية للتآكل وقدرة على الاحتفاظ باللون للدهان وتغطية شاملة ممتازة مسدسات البودرة سهلة الاستخدام والتحكم وخفيفة الوزن وذات قدرة وامان عالية سمك طبقة الرش واحدة على سطح المجغولة بالكامل من المميزات ايضا لا يوجد فاقد في البودر التقنية دي بتعني ان حوالي 80% من الدهان بيروح مباشرة الهدف بتاعه وهي نسبة ممتازة مقارنة بمعدلات لا تزيد عن 30% اللي كانت بتتحقق في الدهان اللي بيتم رشه يدويا مش الالكتروستاتيك دهانات الالكتروستاتيك صديقة للبيئة ولا يوجد في تكوينها مزيبات تضر بصحة العامل او البيئة ودهانات المواقع المزيبات فيها نسبة 20% بيكون قليلة قوي طبعا هي ميزة لي صاحب العمل ويعني غير ميزة للدولة ان هذه الاجهزة بتوفر في الايدي العاملة لها ميزة من الجانب الاقتصادي فهي توفر الوقت والجهد اذ ان معظم تشغيلها بيتم بصورة آلية طب ايه هي عوامل الامان في نظام الرش الالكتروستاتيكي العالية جميع الاجزاء سواء جسم المسدس او الاجزاء المحيطة بالفني لابد انها تكون متصلة بكابل ارضي لتفريغ الشحنات الزناد والفواها لابد من تقريضهم لتفريغ الشحنات الرجعة وحدة التحكم بتتضمن قاطع طيار كهرابي لفصل الطيار عن النظام بكامله لو حصل اي خطأ اذا لم يتم التقريض ده يعني حاجة خطأ يعني بيوضح لي ازاي بيتم التقريض هو بيرشه بمسدس رش الالكتروستاتيكي في حاجة اه وصلة لي المسدس اه بتتفرغ الشحنة الكهربية وعندي اه حاجة وصلة بتتفرغ الشحنة الكهربية اللي في جسمه برضو للارض عيوبه ان تكلفته عالية التعامل معي محتاج كهرباء ضغطة عالي وخبرة عالية ودراية من العامل وغالي التمن وده عبق على الاستثمار يعني اه لا يصلح للالواح المجالفينة ومن الجانب الاجتماعي زي ما قلنا قبل كده بيؤدي الى زيادة البطالة لحد هنا احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا حلقة بتاعتنا انتهت وبإذن الله تعالى الحلقة الجاية بنستكمل برضو في باب رش الدهانات وان شاء الله نعمل حسابنا ان الحلقة القادمة بإذن الله ننتهي من باب الرش تماما الذي يمثل تقريبا اكتر من 40% من المنهج بتاعنا الى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة